بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد وصلنا في تفسير سورة الواقعة إلى قول الله تعالى أثرأيتم النار التي تورون أي النار التي تقدحونها وتستخرجونها من الزناد فالعرب تقدح عودين تحك أحدهما بالآخر كي يشعل النار هكذا كانت عادة العرب إذا أرادوا أن يشعلوا نارا أخذوا عودين وضربوا أحدهما بالآخر ثم قال ربنا سبحانه أأنتم أنشأتم شجرتها أي التي يستخرج منها العيدان أم نحن المنشئون أي الخالقون لها ابتداء أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الشجرة التي يستخرج منها العيدان التي بها توقد النار التي بها تشتعل النار فإنهم كما ذكرت كانت عادتهم أنهم إذا أرادوا أن يوقدوا نارا أخذوا عودين وضربوا أحدهما بالآخر ليشعلوا النار فلو أن الإنسان يتفكر أن هذه النار التي تشتعل من هذه العيدان الله سبحانه وتعالى هو الذي هيأ لنا سببها فخلق لنا الأشجار وعلمنا أن إشعال النار يكون بهذه الطريقة التي كانت تستخدمها العرب فسبحان الله العظيم ثم قال ربنا سبحانه وتعالى نحن جعلناها أي النار تذكرة أي تذكيرا لنار جهنم حيث علقنا بها أسباب المعاش وعممنا بالحاجة إليها البلوى لتكون حاضرة للناس ينظرون إليها ويذكرون ما أوعدوا بها الله سبحانه وتعالى عمم الحاجة للنار فإذا أراد الواحد منا أن يجهز الطعام أن يضهو الطعام استخدم النار وإذا أراد الواحد منا أن يسخن الماء استخدم النار وإذا أراد الواحد منا أن يتدفأ استخدم النار لماذا هذا الأمر؟ لأنه كلما نظر إلى هذه النار تذكر نار جهنم تذكر عذاب الآخرة فيحمله ذلك لكي يتعز لكن هذا للموفق فالموفق عندما ينظر إلى النار في الدنيا يتذكر نار الآخرة مع أنها بالنسبة لنار الآخرة كلا شيء فنار جهنم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أوقد على النار ألف عام حتى حمرت وألف عام حتى بيضت وألف عام حتى سودت وهي سوداء مظلمة فإن نار الدنيا بالنسبة لنار جهنم كأنها جزء من سبعين جزءا الله أكبر جهنم يا أحبابنا ليست أمرا هينا ليست أمرا سهلا بل إن العذاب فيها شديد عذاب جهنم ليس بهي فاعمل لأن تكون من أهل الجنة فاعمل لأن تكون من المبعدين من نار الجهنم لا تظنن أنك تطيق لحظة تكون فيها معذبا في نار جهنم فعليك بتقوى الله عليك بأن تؤدي ما فرض الله عليك من الواجبات وأن تجتنب ما حرم الله عليك من الأمور وهذا أخي المسلم لا يقتصر فقط أن تفعله في شهر رمضان لا بل عليك كذلك في سائر أيام السنة أن تكون متقيا لربك سبحانه وتعالى أن تكون مؤديا لما فرض الله عليك مجتنبا لما حرم الله عليك من الأمور فوالله لو أنك تفكرت واتعزت بما جعل الله لك من الأمثلة في هذه الدنيا لحمل كذلك إلى أن تكون من المتقين جعلنا الله من المتقين ثم قال ربنا سبحانه وتعالى عن النار التي تكون في الدنيا ومتاعا أي ومنفعة للمقوين أي للمسافرين النازلين في القواء وهي الأرض التي لا ماء فيها ولا كلأ أي لا يجد الإنسان فيها ما يشربه ولا ما يأكله فهذه النار تكون له منفعة في سفره ثم قال ربنا سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم أي فنزه ربك عما لا يليق به فهكذا شأن المسلم أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين فإن ربنا سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه في غير آية في كتابه العظيم قال ليس كمثله شيء وقال ولم يكن له كفوا أحد وقال سبحانه فلا تضرب لله الأمثال فالله منزه عن مشابهة المخلوقين أثبت أخي المسلم على تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين أثبت أخي المسلم على تنزيه الله عن أن يكون في جهة أو مكان أو أن يكون جالسا على العرش أو ساكنا السماء فإن اعتقاد المسلمين بربهم أن الله سبحانه موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان ولا يشبه شيئا من خلقه والله أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر